موسيقى احد كان بيسهل على تأثيره على الباب برشور هشرح لك تأثيره على الباب برشور وهشرح لك هيحصل ايه لو ادينا معاه الف بلوكر بس تجمد قلبه كلا يلا نتوقع الله نركز مع بعض ايه برشور ده عبارة عن ايه لما تروح تقيس الضغط يقولك الضغط مية وعشرين تمانين مية سبعين تسعين ستين ايه كان الرقم يبقى الضغط فيه سيستوليك كل رقم ليه مدلناته لكن ده مش وقتين خالص للكلام ده طب هو سيستوليك برشور يعتمد على ايه وايه على حاجتيه يعتمد على الكاردك اتبط ويعتمد على البريفيرال رزيستنس بريفيرال ايه؟ رزيستنس نقول نبسط ده 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 اضرب ده ده يعني بيعتمد على الاتنين طب الديستوليك بلوك برشور يعتمد على البريفيرال رزيستنس دكتور اه الالفاظ بتتكتب دلوقتي خلاص انا عارف لكن حد اعوذيفهم اكتر يعني كاربك اتبط كمية الدم اللي اطلع من العلبه في الدقيقة فهي تساوي الكنتراكشن الستروك فوليوم في هارت ريت يساوي الستروك فوليوم في هارت ريت الكاربك اتبط حين واضح بيعتمد على الكنتراكشن والهارت ريت يبقى الريسيبتور المسيطر هنا البيتا وان ريسيبتور يبقى البيتا وان هو المسيطر على الكاربك اتبط ايه بقى البريفيرال رزيستنس البريفيرال رزيستنس هي المقاومة اللي بيقابلها الدم وهو ماشي جواب البيتا وان ريسيبتور مش فاهم طب انا هفهم حضرتكم هاديك مثال انت بترش مية مسك خرطوم المية المية عشان الناس بيحبوا الفص عشان بيسمعونا يعني خرطوم المياه هلو كلام؟ لو انت دست على الخرطوم كده اندفاع المية يزيد زاد ليه؟ عشان المقاومة للمية زادت طب لو راخدت الخرطوم اندفاع المية يقل عشان المقاومة للمية قلت هو البريفيرال رزيستنس الدم لو حصل فيازو كونستركشن دفاعه يزيد لان المقاومة زادت لو حصل فيازو ديناتشن يحصل عكس يابع البريفيرال رزيستنس هي الفازو كونستركشن فلتيبت التفايلات فلتيب ذوي وهناك ربط أول الحيوم وستض Zhonglar سيبت التفايلات سيبت التفايلات لليس questa سيبتل البته وسيبتل البيت scrutin وسيبتل التفايلات تعالوا نقطبع في المعادلة الادرنالين شغائع بيتا 1 فهيزاود الستروك فالكالبود هيزيد طيب نيجي بقى البريفا رزيستنس تقول لي يا دكتور انا محكاق هو الشعع الفان فعمل في الاسكيل والمكاس مبرين ما انا بكمل لك والشعع البيتا 2 فقال البريفا رزيستنس في الاسكيلية المصر المحصلة البريفا رزيستنس قلت وبالتالي هتقل هنا وبعدين لما اجي عود في المعادلة ده زابت وده قل النقص بسيط انا عاد لكن المحصلة ان السيستونيك زيادة ذكاربود كانت محترمة كانت زيادة محترمة والنقص في البريفا رزيستنس كان بسيط وبالتالي السيستونيك استيل زيت طيب الديستونيك قل وبالتالي هو في السرابيتو كدوز هيزود السيستونيك ويقل الديستونيك رافعت السيستونيك عالية نقص الديستونيك بسيط فبقى سميها عمل هايبرتنشن كده عمل ايه؟ هايبرتنشن يبقى اللي عاوز يخلص الابنفر نعمل هايبرتنشن زيادة السيستونيك وقال مين؟ هلو الكلام؟ فهنا بديها؟ ناخد بقى الافتراضات تعالوا بقى انطبق لو اديت ألفا بروكر لو انا اديت ألفا بروكر هاروح ضار بالالفا وان ريسيفتر تعالوا نطبق في المعادلة انا اديت ألفا بروكر واروح تداخل بعديب الابنفر انت عفلت مين؟ ألفا بروكر بس فانت ضربت هنا بس دخلت بالأدمرين تعاوا نعاود في المعادلة ده اخي عالبيت اوان اشتغل عادي خالص اشتغل عادي خالص ما اعتربتش لكن ايه انت مدى ألفا بروكر هيحصل ايه مدام مدى ألفا بروكر؟ يحصل فده يقل معاك؟ تبقى حصل في أمة بروكر لانك انت الالفا وار وانت داخل بالابنفرين او الادرين هيشتغل على البيتا تو؟ طبعا لحتيته هيشتغل على البيتا تو؟ هيحصل برده بالابنفرين هيشتغل على البيتا تو؟ فانت طبعا البيتا تو؟ فانت طبعا البيتا تو؟ فانت طبعا البيتا تو؟ ما هو البيتا تو؟ هو البيتا تو؟ وماذا البيتا تو؟ ماذا الكلام؟ طيب تعالوا بقى نقل بالكلام لو انا بديت بيتا بروكر ركز معي نانس البيتا بروكر دربت ده ودربت ده انا ما اعتربتش تعالوا بقى المعادلة اديت نانس البيتا بروكر وبعديه ادرينالين النانس البيتا بروكر دخلت بالادرينالين انت ضرب البيتا يان ريسيبتور فمش هيزود الكاديكا البط اي مش هيكتب على بعض لكن تعال معي انت مديت نانس البيتا بروكر عملت بروك للبيتا ريسيبتور مش كده؟ طيب تعالوا دخلت بالادرينالين الادرينالين لما دخل هيشتغل على الالفا والو لا هيشتغل فيحصل فيعمل فيعمل وانت مدي فيحصل فيحصل فلاقي ان من البريفا زادت خالص وحصل سيفير هايبرتنشن اذا انت لما ديت نانس البيتا بروكر فلاقي ادرينالين حصل سيفير هايبرتنشن لذلك من ضمن الـ المهمة لا تضييش مع الابنفرن منس البيتا بروكر ولو عام بياخد منس البيتا بروكر ابنفرن مرخص الكلام ابنفرن الواحده هايبرتنشن بيرفع سستوليك ويقال محاصلة هايبرتنشن لو بديت ألفا بلوكر في نتبع إبنفرين بيحصل سيفير هايبوتينشن وده اسمه إبنفرين ريفيرزل لو بديت نونسيلكت في بيتا بلوكر وبعدين إبنفرين يحصل سيفير هايبوتينشن ده كان مرخص تأثير الإبنفرين على الضخط وإزاي الألفا بلوكر والبيتا بلوكرز بيأثروا على إبنفرين إفكت عن بلود بريشر ندخل بقاء الاكشن هم تعودين من الاكشن من خم اليوز يبتن مع بعض بيعاملين في السيم ناس البيتا بلوكرز أنا بس عاوز أراها معك دانية افتك البيتا ريسيبتر كان بيعامل ايه؟ واعكس يطلع لك البيتا بلوكر تمام؟ افتكرة تانية البيتا ريسيبتر كان بيعامل ايه؟ واعكس يطلع لك البيتا بلوكر ماذا يبدأ في سيناس ؟ عكس البيتا ريسيبتور كان يقوم بمستداء يبدو مشمول بمستداء البيتا ريسيبتور كان يقلبهما يبدو بمستداء البتا بلوكورز يقلقهما بيقللوا التريمورس خش بعد كده على مين سي الناس خلصنا منه خلص اوكي خش على الاي هم بيقللوا الاكوس فيومور فورميشن وخاصة الطايمولول الطايمولول ممتاز جدا بيقل لانهم بيقللوا الاكوس فيومور فورميشن خش بعد كده على الهارت وشد السامل تحت بيقللوا الهارتريت بيقللوا بيقللوا مع عكس كلم سهل على فكرة وبسيط طيب بعد ده كله هقولك يحصل ايدي يقل طب يقل لي ليه واحدة واحدة نمرة واحد الكاردك قد بط فالمفوض يقل هتقل لي ليه افتيك البيتا وان كان بيعمله مش البيتا ريسيبتور كان بيزود الريلن وبيزود النور إبنفرين ريس بما ان البيتا بلوكر عكس البيتا ريسيبتور وبالتالي هيقلله الريلن هيقلله النور إبنفرين ريس وده كله هيقل البيتا ريسيبتور وبالتالي البيتا ريسيبتور برضو يقل فيه معلومة التانية كمان اللي بيتحكم في البيتا ريسيبتور حاجة هتماع بارو ريسيبتور بارو ريسيبتور هم دول بيزبطوا بارو ريسيبتور البتا بلوكرز بيعملوا ريسيتنج بارو ريسيبتور هقولوك يعني واحد ضغطه 150 على 100 إيه اللي حصل البارو ريسيبتور هتلقى هنعاوزة ضغط على 150 على 100 البيتا بلوكر تقول لها إيه إعقالي بقى ارجع الوضع الطبيعي الضغط 120 على 80 تعمل لها ريسيتنج بارو ريسيبتور ترجعها الوضع الطبيعي يبسين الناس يقل تريمورس I ديكريز الانتراوكر بريشر الهارت يقل heart rate contractivity conductivity and excitability systemic blood pressure بيقل systemic blood pressure إيه تاني بيقل الportal vein pressure الportal vein pressure احنا عارفين الportal vein ده هو اللي بياخد الvenous dirige من كل الفسرة هو بيقلله الportal vein pressure طبعا كل أكشة من دول ليه يوز مهمة واحد نبتدي عمل sedation فيفدنا في ايه في الفوبك ستيتوس في نوعات الخوف فوبك ستيتوس هو بيخلع عصب هادية طبعا ممتاز جدا في الفوبك ستيتوس بيقل التريمورس طب بالتالي في عندي حاجة اسمه essential familial tremors essential familial tremors دي عادة hereditary وراسية ملاش سبب دي hereditary هو بما انه بيقل التريمورس فيفدنا في essential familial tremors بسين نقس بسين نقس نفتكر انه بيمنع حدوث الصداع النصفي بروفيلاكس of migraine بروفيلاكس of migraine ميجريني على الصداع النصفي تاني سيديشن في الفوبك ستيتوس بيقل التريمورس في essential familial tremors كمان نفتكر سين نس بسين نس راس براس نفتكر بروفيلاكس of migraine بيقل لانتر بيشعر بالتالي بيعالج سهر دي غلوكوما غلوكوما بالمناسبة في بيتابلوكر تاني توبكال اسمه ليفو بيونولول ليفو بيونولول ده برضه كويس جدا في علاج الغلوكوما قللوا الهارتريت فيعلجوا مين سهر التاكيكارديا ماهيش واضف لك كمان اي حالة فيها تاكيكارديا زي سيروتوكسيكوزيس او الهايبراسيروي ما دي برضه فيها تاكيكارديا واحدة واحدة تهي بيقللوا الكون تريكتيليتي وبالتالي بيقللوا الاكسجين دومانت احتياجات القلب من الاكسجين انت بحتاج احتياجات القلب من الاكسجين في الاسكينيك هورتزيزيس مثل الانجانينا اشهر مثال الانجانينا بكتوريس بمأنهم يقللوا الكون تريكيكوزيتي فبالتالي كويسين جدا في الانجانينا بكتوريس كامل معي بيقللوا الكون و بيعالجوا المرض الذي فيه زيادة الكون الكون اكتوريتي مين اريسميا تمام اريسميا بمأنهم قللوا الكون بيعالجوا المرض اللي فيه زيادة الكون بكتوريتي اريسميا طيب بيقللوا الكون وبالتالي سهلة جدا دي يعالجوا الكون بورتال فين بورتال فين بريشر في عند حاجة مع بورتال هاي بورتال هاي بورتال هنا في اتفاع في ضغط البورتال فين و على فكرة دا خطير جدا لانو بيامل حاجة اسمها الدوالي في المري السوفجيال فريسيز السوفجيال فريسيز على فكرة مرعابة للي السوفجيال الفريسيز يعني في نهاية الاسوفجيز موجود عارفيني الداوالي دوالي موجودة او ردة ضخمة موجودة في النهاية الاسوفيجيز متضخمة طب ايه الخطورة الضغط لو زاد زاد بيحصل رابشر للفاريسيس دي للدوالي لعانه يعمل هيمة تيميسيس يرجع دم طبعا ده خطير جدا العين ممكن يموت وعادة ممكن يموت في النوبة التالتة من هيمة تيميسيس على فكرة البرتل هيبر تينشن والأسفجي الفاريسيس بيحصلوا مع الليفر سيروزيس تلاو في الكابة دي بما أنهم بيقلل البرتل فين بريشر يبقى تهت بالإنها انت هتقلل ضغط اللي في البرتل فين يبقى الدم المحبوس جوه دوالي المريء يقل ففرصة النزيف الخاصة بدوالي المريء تقل تمام لأهمية البيتابلوكرز واستخداماتها الكتير لازم ناخد فكرة بسيطة عن دراج انتر اكشن اول دراج انتر اكشن خطير جدا وهمنا جدا لو ادينا بيتابلوكر مع فيرابا ميل بيتابلوكر مع فيرابا ميل ايه الفيرابا ميل ده واحد من الكالسيوم اتشان البيلوكرز واحد من الكالسيوم فيتابلوكرز دكتور احنا ليه خايفين بيتابلوكرز مع الفيرابا ميل ابسمعني البيتابلوكرز بيعمل برديكارديا والفيرابا ميل براديكارديا مع بعض سيفير البيتابلوكرز البيتابلوكرز بيقللوا فمع بعض هارت بلوك عشان كده لو ديت بيتا بلوكر مع 4 ميل كارسة كبيرة يحصل سيفير باديكارديا هارت بلوك هارت بلوك كارتك ارست ممكن يحصل بسهولة ايه التاني دراج انتور اكشن المهمة على البيتا بلوكرز يفضل عيان الهايبرتنشن اللي بياخد انتي هيبرتنسف دراج ما نديروش مسكنات من نوع نانسترويدا الانتي انفلاماتور دراجز وبمعين البيتا بلوكر من ادويات الضغط وبالتالي الانتي انفلاماتور دراجز ما ينفعش يبيها معي نوضح اكتر�� نوضح اكتر الانتي انفيGM بلوكرز لان الانتي انفيلاماتور دراجز بيرفع الضغط بيق respectfully ايه بعد ادويات الضغط طيب النالسترويد الانتين فهمته دراجس برضه المهمة في دراج اسمه دراج اسمه كلستيرامين ده بيقال الابسوبشن اف بيتا بلوكرس كل الوقت هنتكلم على دراج كومبينيشن ان انجينا تريتننت دراج كومبينيشن ان انجينا تريتننت يعني ايه للاسف المرض ده لازم الناس اللي بعضيها الناس اللي بعضيها في المرض ده يعني ايه هقول لك لو ادينا الناتريت لوحده الناتريت طبعا ده الكارت اللي بيكوش اه ما اعترضناش لكن تاكيكارديا فما ينفعش لوحده فلازم ادي مع حاجة كم نعليه تكيكارديا يبقى لازم ادي مع حاجة زي مين طب فكر معي بيتا بلوكر في مشكلة بيتا بلوكر بيتا بلوكر بيعمله في هارتريت بيتا بلوكر بيقالله هارتريت ما فيش مشكلة صح ليه ده هذا الكائن تاكيكارديا وهذا الكائن بريديكارديا مع بعض خلاص نفس الفكرة نايتريت نايتريت في رابامل نايتريت مع في رابامل طيب نايتريت بيزاده هارتريت الفيرابامل بيقاله هارتريت يبقى اذا لما اهدي الناتريت لوحده هيعمل تاكيكارديا فلازم ادي معاه حاجة يمنع تاكيكارديا كان بيتا بلوكر او ايه او صحة ولا غلط صح لان نسميه ديزايرابول ديزايرابول نايتريت ايه بقى الاندزايرابول بصوا طيب البيتا بلوكر بتقال الهارتريت طيب والفيرابامل بيقال الهارتريت البيتا بلوكر بتقال الهارتريت والفيرابامل بيقال الهارتريت مع بعض البيتا بلوكر بتقال الهارتريت والفيرابا بيقال الهارتريت مع بعض هارتفيلير طيب تارت حاجة البيتا بلوكر بتعمل في الكوندوكشن طيب الفيرابا بيقالله فمع بعض العين كده راح نايتريت مع نايفيدبين انها تلبي عمل ايه؟ والنايفيدبين مع بعض نايتريت مع بعض نايفيدبين مع بعض نراكز معنا بقى في طبعا احنا عارفين ان من الادوية اللي دلوقت في له السلدينافيل السلدينافيل فقبل ما تدي وطبعا لا بيطلع يعني من الصيدلية عادي جدا بس قبل ما تدي الشخص اللي يطلب منك السلدينافيل اسأله انت بتاخد نايتريت بيطلع بيتاخد ادوان القلب لو قالك بياخد ادوان القلب ما تدلوش السلدينافيل هقولك ليه النتريت بيعمل هايبوتينشن والسلدينافيل هايبوتينشن وفي حالات ماتت عشان كده في حالات ماتت عشان كده لما النتريت يتاخد مع سلدينافيل هايبوتينشن هايبوتينشن وده حالات موجودة ومتوسقة يبقى ثانيا فى عندي نايتريت مع بيتابلوكر نايتريت مع بيراب الميل وقام بيتابلوكار أو دينافيل كون بيتابلوكار مع بيتابلوكار واخيرا يهم جدا نايتريت مع سلدينافيل مع الدرج بتاع دلوقت انا بس هشتو حلي بيحصل في وضع الطبيعة. ايه دي الكاردياك اهو. كاردياك سيل اهي. هلو كلام? ايه اللي بيحصل فيها? اكيد في حاجة اسمها سوديم بوتاسيوم بام. سوديم بوتاسيوم بام. دي بتعمل ايه دي? بتدخل البوتاسيوم وتطلع السوديم. طب البامب دي اكتف بامب ولا مش اكتف بامب اكتف. يبقى اذا انا عاوزة انرجي يبقى مين بشغلها? بنين تالي عشان ما اتلغبتش مين بشغلها? مين بشغل الدكالة ديها? سوديم بوتاسيوم ايتي بيز انزاين. ايه لسه موصلتش للدرج انا بحكي الطبيعة دلوقتي. انا عندي سوديم بوتاسيوم بامب. بدي اخري بوتاسيوم وتطلع السوديم باكتف بامب عايزة سوديم ايتي بيز انزاين. هلو اوي. طب البامب ايدي عشان تكمل. السوديم محتاج يدخل تاني? عشان يطلع تاني? الخالية تقول له ايه? يا احنا اتفاضيين لك. ايه عم نطلعه دخول يا عم يدية سيبة يلا ايه? طب ايه الطلبات? السوديم عاوز يدخل. طب ايه طلباتك? قلت لي لا 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 انت تدخل يبقى نطلع قدامك كالسيوم. يبقى ازا في ختام الموضوع ده. في ختام الرسمة دي. في ختام الرسمة دي. البامب دي بتشتغل. بتخيل الخالية تفقد كالسيوم والكالسيوم يدخل? تخيل الخالية تفقد كالسيوم. يبقى ازا يعلمت انا كولهم دي جوكسون دي جوكسون وبايل كلهم دلوق السوديم بوتاسيوم مادام عمدت بنخل ده السوديم مش هيتلع. ومادام السوديم مش هيتلع يبقى مش هيدخل. يبقى الكالسيوم مش هيطلع يبقى انت حبست الجواب العربي حبست الكالسيوم اسمه كالسيوم رتنشيوم يبقى ذا الكاردي بلايكوسايد شغالي ازاي ولوك سوديوم بوتاسيوم اتباس انزاي لذلك ستسبب كالسيوم رتنشيوم يبرد الميكانيزم وصف مقدوم فالكالسيوم الكالسيا اللي أرى يضد الكاردي الميكانيزم بتاعتهم فيها تفاصلتان كثيرا بس انا بتتكلم على المين ميكانيزم في حاجات تانية على فكرة بس انا المين ميكانيزم بتاعتهم اخر نقطة في الديوكسن والكارديجيلايكوسايدس والبوسطيف اينوتروبيكس او ديوكسن عشان ليه بقول ديوكسن لانه هو الموركومن في الشغل يعني مش في مصر بس في العالم كله ديوكسن اكتر واحد بيستعدم في الكارديجيلايكوسايدس نبتدي زي ما تعودنا دايما اي ديوكسن فيه كاريناميك وفي الديناميك كاريناميك على التشوف نبتدي كاريناميك ديوكسن في عندنا حاجات بتزود ديوكسن اكتر اي ديوكسن اكتر اي ديوكسن ليه؟ لنزق الديوكسن بيفقد في الانتستن بالفلورة بالبكتيريا الفلورة فانا ممكن لما تنبدي الديوكسن كل بكتيريا الفلورة وبالتالي يزديد ديوكسن أبسوربشن الكوليستيرامين يقلل ديوكسن أبسوربشن إذن عنده شيئا يتزود وهي شيئا يتقلل كوليستيرامين يزوده ويقلله ديوكسن أبسوربشن ايه كمان؟ فيه حاجات يتمنع الاكسكريشن ديوكسن اميودارول اميودارول ده كان الكانيتك انتراكشن تاني كوليستيرامين اميودارول اميودارول انتراكشن وبالتالي يزود بلازما يزود الأكشن وممكن يعمل تقسير انا قلت ان الهايبو كاليميا بيزود الأكشن طب مين اشهر حاجة يتعمل هايبو كاليميا؟ ده كمان بتعمل هايبو كاليميا وتعالج الهرتفلية فا توقع نأخذ اتنين مع بعض الديوريتكس و خاصة اللوب ديوريتكس اللوب ديوريتكس يستمر بها ابوكاليميا عشان كده لو انا بدي اللوب ديوريتكس مع ديوكسن اخلي بالي من الها ابوكاليميا يبقى اول دينامج اتر اكشن بيعاملها ابوكاليميا ايه كمان؟ السيبياسو ماميتكس يمكن أن يعمل أريسميا لوحدهم فلو أبدأ سمباسو ماماتيك اللي يمكن يعمل أريسميا مع الدجوكسن اللي برضه يمكن يعمل أريسميا يمكن إذن سمباسو ماماتيكس ودجوكسن يبقى بأريسميا تمام؟ إذا أعطاكم الكراماتيك التاراكشن وديناميك الديناميك التاراكشن رينون انجيوتنسن كفاءة لا الديستيرون سيستم ثلاث حاجات رينون انجيوتنسن الديستيرون سيستم واضح الموضوع فيه كلام كثير طيب احنا قلنا ايه الجروب متعادل الهايبرتنشن رين انجيوتنسن الديستيرون سيستم انتاجنس مقابل ما ادخل اتكلم في الانتاجنس انا عاوز افتكر معاكو طبعا اخدتوه في الفيسيولوجي لكن افتكر مع بعض ايه هو رين انجيوتنسن الديستيرون سيستم احنا لو فهمنا دي كويس خلاص بيس يعني بيس يمان انا الاول هدي الفرشة الفيسيولوجي وبعد كده ادخل اتكلم اعلانيين على الهدوى بتاعتنا وعظم لو احنا هضمنا بقول هضمنا الفيسيولوجي كويس هتلاقي الدنيا باذن الله سهل افنين في الدراكس نبتد مع بعض انا برضو مصر اشرحها عالصبورة عشان المعلومة تتخدم واحدة واحدة نبتد قصة منين نبتد قصة منين نبتد قصة من الليفر الليفر بيطلع حاجة اسمه انجيو تنسينوجين انجيو تنسلوجين الاجوتينسلجن تطلع منين من الليفر الاجوتينسلجن قصح من اللي دائما عاوز يعمل رأسه برأس الليفر الكيدني على فكرة ايه ومتعرف شغلاته في بعضه دائما حاجة غريبة المهم الاجوتينسلجن بعد ما طلعه هيروح يقابل حاجة طلعه من الكلا من حاجة اسمه جاكستا جلوموريولا أبريتوس هيروح يقابل حاجة طلعه من كلا اسمه رينيول رينيول ايه مرحب يا ابو الشباب خلاص يروح مكسر حته من الاجوتينسلجن ويحاوله من الاجوتينسل وان الاجوتينسل وان مجوش لازم بصراحة يعني عشان يبقى ايه لازمة لازم حد يشتغل عليه نقصه منه حته تاني خلاص هذا الانزيم اسمه ايه؟ طيب قبل ما نسميه هو هذا الانزيم هيحاول الحاجة اسمه ايه؟ انجوتينسل وان بدان فيه انجوتينسل وان يبقى هذا الانزيم هيحاول المين؟ برافو انجوتينسل وان يبقى انجوتينسل ايه؟ 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 انجوتينسل ا الانجوتنسين 2 بعد ما طلق هو ده يشتغل طيب يشتغل ازاي؟ اكيد يمسك في الريسبتور بكعب يمسك في الريسبتور اسمه انجوتنسين ريسبتور هوا ليه الريسبتور؟ انجوتنسين ريسبتور سبطايب 1 وانجوتنسين ريسبتور سبطايب 2 لكن يركز مش عاوز يحصل لغباطة انجوتنسين ريسبتور سبطايب 1 او انجوتنسين ريسبتور سبطايب 2 مين بشعر عليهم؟ الانجوتنسين 2 الخلاص الانجوتنسين 2 لي 2 ريسيبتور سبتايب 1 و سبتايب 2 طب من فيهم المهم من فيهم الشغال من فيهم بيعمل الدراما انجوتنسين سبتايب 1 يبتباع في الدرامة بتاعتك لما امسك الانجوتنسين سبتايب 1 ارتدي يعمل ذواء زيانية شكرا يزود شكر ويروح يطلع الالدوستيرون مش بقول لك الانجيوتنسن الدوستيرون يبا واضح ان الالدوستيرون مميز واستخواته يعني ويزا طلع مين الالدوستيرون الالدوستيرون يعمل ايه؟ يعمل حاجتين طبعا يعمل حاجات كثيرة لكن اهم حاجتين عشان يبقى الكلامي سونتيفك اهم حاجتين يعملهم سولت سولت اند ووتر ريتنشن يحبس مية وملح سولت اند ووتر ريتنشن وكمان يحاول الكاردك مصل لمنظر بس وده اسات زيتنا اللي اسمعه الهارت فيلير معانا مش كان في حاجة اسمعها ان الكاردك مصل بيتحاول لفايبرستيشو بيحصل فيها المصطح اسمع الكاردك ريمودلينغ كاردك ريمودلينغ كاردك ريمودلينغ كاردك الريمودلينغ ملتغة الانفاس هنا اطاق يبقى الانجوتينسين تعرض الريمن اتحول الانجوتينسين 1 انجوتينسين 1 ركب الزوحلية الاس وتحول الانجوتينسين 2 انجوتينسين 2 سوف نسك في الريسبتور انجوتينسين واحد اثنين ثلاثة ثلاثة اربعة ثلاثة ثلاثة هل في تفاصيل تاني ما عليش نزود كلمتين بس هو الاس الاس انزيم ما ليش شغلنا تاني بصراحة لي يعني هو ليش شغلنا تاني غير انه يحول انجوتينسين 1 الى انجوتينسين 2 بصراحة لي هقولكم ايه هو بيكسر مادة متعبة شوية اسمها براديكاينينس براديكاينينس بيكسر براديكاينينس بيكسرها اكسر اكسر ثلاثة ما هي المادة المتعبة ليه هقولك بصراحة اصل براديكاينينس ديه بتعمل انفلاميشن وبتعمل بعدين خلينا في الانجوتين يعني انت عاوز تقصر الكلام ايه و اصر الكلام البراديكاينين ديه ليه بيكسرها الاس لانها لو زادت هتعمل مشكلة هتعمل ايه يعني خدش في موضوع هتعمل ايه هتعمل البراديكاينين لو زادت هتعمل البراديكاينين ديه لكن مش بيزيد ليه من عند الاس بيكسرها فخلاص سكة السلامة نفيش مشكلة يعني الكلام ثاني معلومة هو الانجوتينسين 2 الانجوتينسين 2 ليه مصدر تاني غير الانجوتينسين 1 ايه لي لكن انا مش اجذب عليك الانجوتينسين 2 لكن الانجوتينسين 2 وفي المصدر ثاني ممكن يتكون يعني ممكن التشوز يتكون بعيد عن الاس عن طريق نظام الانجوتينسين 2 لمصدرين لانجوتينسين 2 لانجوتينسين 2 يكون داخل التشوز عن طريق الكايميزيس يباير أنجوتينزين 2 لمصدرين مايجور باثوي ده من الأنجوتين سنوان مايجور باثوي بيتكون لوكان انتشوس باي كايميزيس حين الكلام ركز كده روّق كده وبصع الرسمة ده السيستم ده عندنا في الجسم ايه هقول لك اولا ليه عندنا في الجسم اولا الضغط وطيل ايه هيرفعه السيستم ده من اخر ده بيرفع الضغط طيب يوم احنا ما نشربناش فيه مية فاية مين هيحبس المية والملح السيستم ده وبالتاني هذا السيستم مهم جدا للحياة خلاص عشان نعيش لكن ده ما يمنعش حاجة ان لو حصل له يعني لو حصل يعني لو حصل عشان نبسط لو زادت الاكتيفتي بتاعته لفترة طويلة يحصل ايه ماشي الكلام تقولي يا دكتور طبعا عن السيستم ده تاني بقولك لو زاد لفترة طويلة هيعمل ايه واحد يبا هذا السيستم لو حصل له او 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 اكتيفتي هيعمل ايه تي واحد هايبرتنشن ليه يعمل هايبرتنشن بص مش فيه وفيه هايبرتنشن خلال كاربتنشن خلال كاربتنشن حصل فيها فايبروبلاستيك تشينجز في الكنتراكشن يقم فيحصل يبا هذا السيستم لو حصل فيه او 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 اكتيفتي واحد اتنان او 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 اكتيفتي يبقى فيه عياقة وبين called mortality after myrijal infarction يعني هذا السيستم لو حصل اتنين ه internally هذا السيستم ولا يبقى بالدايباتك الديابتك نفروباسي الناس اللي عندهم مشاكل في الكله وعندهم سكر واجبون بالسيسم ده ليه دور في الديابتك نفروباسي السيسم ده بيعيحكي في ليه لانو مسؤول عن اربع حاجات مهمّية وطبعا في غيرهم بس بقوله الاهم من اربع حاجات هايبرتنشن هارتفايير بوسط مكورن فاكشن فيز وديابتك نفروباسي علشان كده لو انت عاوز تعالج الحاجات دي تعالج الهايبرتنشن تعالج الهارتفايير تقلع المورتاليتي افتر ايوه انا بقول كلام موجود في القتل وموسق تقلع المورتاليتي افتر ميكارد انفركشن وبدو نسبة الموت بتقل بعد الميكارد انفركشن لو العين خاد درجز تعمل بلوك لهذا السيستم بازل لو عادت عاجل هايبرتنشن تعالج الهارتفاليور تقلع المورتاليتي افتر ميكارد انفركشن معظل دقياداتابومي المورتاليتي Если هي اهمية الهارتفاليوروبتاليقات وتلعب على الباب اائبوات الاستيغراء بملوكاردان ايه ، انها تلعب على المورتاليおっишь وهنا اذا ام breve جاهد القيام بعمل قبل هذا الاستيغراء نفكر كده او كده نفكر كده كما شرح اول الفكرة انت عاوز تدرب بصوية اول ضربة ادرب من فوق ازاي تدي رينين انتاجونست رينين ايه من ايه من الواحد تدي رينين انتاجونست يعني رينين انتاجونست يدخل جوه الجسم يمنع شغل الرينين ومدام ضربة الرين وعارفين الدمنا لما نحط كده دمنا وراء بعضيها وراء دمنا وراء بعضيها ونزق واحدة كله وراء بعضيها قطعت دمنا تدوس على واحدة كله وراء بعضيها انت كده قفلت اول كله اتقطع خلص دي اول فكرة تاني فكرة قال لك طيب ماذا ما يبعضيه ادرب يا عم هو حد منعك ادرب قال لك طيب ما ندي اس انهيبتور الله عليك الله عليك ايه الحلوة دي قال لك ما ندي اس انهيبتور تاني فكرة ندي اس انهيبتور باول فكرة اشتغل اس انهيبتور بعد كده واحد جي سأل الان اللي عم سوال بس قلت له تفضل احنا اخواتي عم اسأل في ايه? ما فيش حاجة يعني تفضل اسأل. قال لي انت اديت الاس انهيبوتر. قلت له ايو اديته. طيب قلت له انت زعان ليه? ده احنا مناع الاجوتين سنتو تكوينه فكل ده ما حصلش. وعالج هايبر تنشن وارتفليار وده بتكنفوبا سيو والبوست ايو ايو ماشي. قال لي ايو ماشي مانا ما اعتربتش انت انت فاكرني بديقك ولا ايو لا انا بس بتنقش معاك. قلت له قول طيب انت مش اخد بالك. قلت له طيب يعني عمز اخد بالي. قال لي بصوا على رسمة كويس. قال لي شوف طيب. احنا لحظنا احنا لحظنا من العيين لما اخدوا الاسن هيروترز نسبة كبيرة منهم. حصل لهم دراي كاف وانجيو ديمة. فانا روح تبص كده على رسمة. قلت اه. وهم لما انت ضربت شغل الانزام ده. اه انت مناعت تحويل انجيو ديمة لانجيو ديمة. لكن نشيت انك كمان مناعت تكسير البراديك هولنين. فمين زاد البراديك هولنين. فحصل دراي كاف وانجيو ديمة. قال لي بانيس انهيبتورز هوقع معاهم دراي كاف وانجيو ديمة. قلت له عندك حق. قال له في حتى كمان معلش بقى مادام انت فتحت الكلام نقلك كل حال. قلت له قول. قال لي انت انا مادية الاسين هيروتر. منعت الانجيو ديمة تونك. اللي جاي من اي مصدر. انتو منعته. مش اسين هيروتر. فمنعت الانجيو ديمة يتحول لانجيو ديمة تونك. قال لي ايوة بس خلي بالك. هل انت منعت الانجوتينسين 2 اللي دواي في التشوز رحت انا برقت وطولوا عندك حق صح يبقى قصدك ان الاسن هيبتون فيه مشكلتين اي مشكلة بيقوموا دراي كاف وانجودينا عشان منعوا تكسير بادي كاينين وتاني مشكلة منعوا تكوين الانجوتينسين 2 ان اسنج الباثوي قال لي طب شوف بقى انا ايه انا جانك بالحال قطول لي ايه انا نحل مع بعض قال لي ما انت تعادت نفسك مشكلة في الاخر بيجي يعمل شغل على الريسيبتور با طيب ما تضربهوله ادينه اضربهوله قلتوا ما هتبدي ايه قال لي نجدي ايه اربيز قلتوا ايه الافاظ الفاخيمة دي ايه اربيز ايه اربيز انجوتينسين ريسيبتور بلوكارس يبقى اذا الرينين انجوتينسين الدستيرون سيستيم انتاجونس واحد رينين انتاجونس اثنان اثنان ثلاثة ايه اربيز انجوتينسين ريسيبتور بلوكارس اخر حاجة الالدستيرون انتاجونس نفسه لكن الالدستيرون انتاجونس لكن عشان يبقى عقائيين طبعا الالدستيرون انتاجونس شغله لاحقا الالدستيرون فلانا فكرا في الهيبرتنشن افكر ياما يكون مورينا انتاجونس ياما يكون اس انهبتور ياما يكون ايه اربيز ماشي الكلام يبعيزا يبعزا نتكلم العرمينة نتكلم مع بعض اتكلم مع العرمينة العرمينة يعني الاكشنز اس انهيبتورز ايه الاكشنز بص بص بعينك و ارحن مقلبك بص نوع بعينك كان بيعمل ig bladeيconomيج 어때imento؟ ومش كان بيزيد الكونih transitions سابقا bel flying سابقا bel degradation طيب مش كان بيعمل una av вес سابقا bel احنا متفقين عليهم من الرسمة لما قلنا يا فاكين الرجل اللي فكرنا بقال لي خلي بالك انت ايه اللي عملته دوا الاس انهيبتور لما اديته منعت تكسير براديكاين فحصل واحد اتنين انجيو ديما افتكرنا? طعب اشكرك انك افتكرت اشكرك انك افتكرت وفي حاجة بتزيد في حاجة بتقل والعيان والعيانة العيانة سيئة الحظ خلاص? والعيانة المنحوثة والعيانة المنحوثة لا تسمي سامي مشكلة باد لك يعني مش فهمي الالفاظ باد لك يعني نبتدي ايه اللي يزيد ما في اثبات هو بيعمل الالدوستيرون والالدوستيرون كان يعاني البوتاسيا مبازا عيبر كاليميا يزود البوتاسيا وكمان بيزود البروتين زي في اليورين بروتين يوريا ايلي يقل؟ الضغط الاس انهيبوترز بيقللوا البارو ريسيبتورز لكن المحصرة واحدة هايبوتينشن نفيش رفليكس تككاتي تمام وما يزبط الهايبوتينشن 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 يذكر اوز اقولك ان فيه حاجة اسمه فيرست دوز هايبوتينشن بابي يقولنا ايه ان الفيرست دوز هايبوتينشن ممكن يحصل سيفير هايبوتينشن اجزاجرات هايبوتينشن في الفيرست دوز هايبوتينشن كيف تنحن ايه؟ نبتدي بتلت او ربع الدوز اجرات فامبه نفة او ربع الدوز اور الواقعة اجرات فائق Partnership ايجزاجرات هايبوتينشن العيانة والعيان نبتج بالعيانة والعيان نبتج بالعيانة العيانة ديه عندها ضغط وبتاخد اس انهيبتور وحملت والحد ما عرفت انها حامل كيف بتاخد الاس انهيبتور وبعدين اس انهيبتور عمل رينال اندلانج انوماليس الطفل بيلمه ده حصل فيه انوماليس تشوهات انزا كيدني اندلانج انوماليس ده اسمه ده اسمه تيراتوجينيك غالبا الحمل مش هيكمل غالبا الحمل مش هيكمل تيراتوجينيك العيانة سيئة الحظ والعيان سيئة الحظ حد يقولك ايه الارف ده سيئة الحظه ومنحوس ايه عام اه صح العيان بيحصله ارف 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 ميني خامل ايه ارف ده طب نكمل ارف ارف انت بيحصله ارف في الحالة ديه ارف في الحالة ديه ارف في الحالة ديه بالاترال بيناترال رينا التري ستينوزيز بيناترال رينا ترى تقولي واحدة واحدة افهم ايش عليه قابل مشرح البيناترال ريناترال ستينوزيز داخل على النفرون هي كده هي طبيعتها كده بتقلم طبعا فيه تفسيرات طبعا بس مش وقته بتقلم ال GFR خلاص او بتقلم الدم اللي داخل على النفرون و زي ما تقول قول ما فيش مشكلة فهي طبيعتها كده يبقى اي حد عنده الدنيا بيس بتقامل عنده الدم اللي داخل على النفرون ده فأنا نيجي بقى العيام ده لي ما نحوصي . اي حد فيها عنده الاوروة نازل يوزع الحلاب يوزع العثور طبيعي يوزع الخير و هناع UCلوى يوزع دم عيال الكلة والكلة تعيش. تعيش وتتبسط. لا في اي حد هو طبيعي لكن ده عيان ايه منحوص هيقولك عنده ايه عنده في الارتري ده استينوزيس طب ستينوزيس عنده بيلاتراء الريناتري استينوزيس فهو من الاول الدم اللي داخل عنده عكليه وليل هو من اول الدم اللي عنده عكليه داخل قليه فلما تدي ايه سينهيبتورس فانت بتقلل قليل بيحصل اكيوت ريناتبا تمام؟ يبقى إذن حاجة بتزيد حاجة بتقل العيان المنحوس والعيان المنحوسة ثلاثوجينيك اللي فاضل في الاس انهبيتور لقطة ضعف في الاس انهبيتور هايبر كلينيا حتى لدي song سيتمثل سيفير هايبر كاريميا الاثيابتور بيتا بلوكر سيفير هايبر كاريميا أو بتاسيام الآيبوراتيكس للمان المنحوسة لكي يجعلان الاثنين سيفير هايبر كاريميا بيتا بلوكر أو بتاسيام الآيبوراتيكس إيه كمان؟ النانستروidal anti-inflammatory drugs antagonize its action النانستروidal anti-inflammatory drugs antagonize its action